اشتركوا في القناة سورة من كليات العقيدة الاسلامية وكليات التصور الاسلامي وكليات المشاعر والتوجهات ما يشير الى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركع وبطلان كل صلاة لا تقرأ فيها اشتملت الفاتحة على معاني القرآن كله حيث تضمنت العقيدة والعبادة والمنهاج ولهذا سميت بأم القرآن لعظيم فضلها وشرف مكانها كثرت اسماؤها وتعددت اوصافها فهي فاتحة الكتاب وسورة الحمد والسبع المثاني والشافية والكافية من خصائصها انها ركن من اركان الصلاة فلا تقام بغيرها ولا تصح الا بها اشتملت على انواع التوحيد الثلاثة الربوبية والالوهية والاسماء والصفات جمعت بين التوسل الى الله بحمده وتمجيده والتوسل اليه بعبوديته وتوحيده اشتملت على جميع معاني الكتب المنزلة من فضائلها ما جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فاذا قال اياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فاتحة الكتاب حيث اجتمعت معاني الكتاب